البايرن يتقدم على الاهلي بأدف الفندوسكي في الشوت الاول والاهلي يكتفي بأداء متوسط او اقلل متوسط هنروح لفاصل ونرجع لكمل كلامنا مع انجمنا عن احداث الشوت الاول ارجوكم انتظرونا نرحب بكم مرة تانية يعزائي المشاهدين كابتن شريف شفنا الشوت الاول النتيجة تعتبر واحد سفر تعتبر مقبولة نوعا ما بالنسبة لاحداث الشوت الاول وحالة الفرقتي مضبوط طبعا وضح لنا من رؤية الـ 45 ديال المكينات الألمانية بتهزرش بتحركوا بسرعات عندهم جميع الإمكانيات ان هم موجودين عندك في وسط الملعب في منطقة جزاك تلو تشوف اي كورة بتيجي من ناحية اليمين من عند الباكرايب بتعد تلاقي خمسة ستة في الناحية التانية عاديين يخلصوا المطش بدر بدر وهيفي سكور واخدين مأخذ جد جامد جدا انت عندك في الفرقة مزالت الرهبة في الأداء اللي هم شافوه من فرقة ألمانيا من كتفاهم حتى الجرأة بتاعت انك تاخد الكورة وتروح والعيب كمان يا من سابرت معاك وتطلعوا كمحطات تروحوا ناحية مش موجودة ليه لان اصلا انت معندكش محطات هجومية اصلا كهرباء ازا كانش هو يلعب ناحية اليمينو يقفل او الكورة تلعب ناحية الشمال ابقال ما بيروح الناحية التانية ويخش تغطيها فلنبع عندك محطتين على اقل انت تسند عليهم في الكورات الطويلة فلما يكون عندك ضغط وعايز تخلص ما ينفعش هتدي الكورة ترجع تضغط عليك تاني انت نفسيا حتى هتديها نفسيا مش تقدر تكمل المباراة على هذه الوطيرة هتلاقي انك بتتلقى هدف او اتنين او تلاتة فباذن الله يعني يا ريت الجهاز الفني برا يفكر انه ما ندوش حل تاني اللي لازم يخش جوه المباراة بشكل هجومي على الان بإذن الله رب العام كابتن علاقل ابتدينا بارتباك وخف شديد وتحس ان فيه قلق وشدة من اللعيب اثر على اداء وعلى بداية المباراة بالنسبة لك ابتديت بارتباك ونهيت بارتباك احنا كنا كل الكلام في الستودو هنا ايما العب بشخصيتك واتمتع بالمباراة والحدث نفسه لكن انا دايما بقول انت معلكش ضغوط امت باش مضغوط لو شفت بعد الهدف فالك بعد الهدف جيه تحس ان هو كان عايز يجيب الجلده عشان هو يهدى هو عامل حسابك كويس قوي حلو انك تعمل حساب اللي قدامك لكن لازم شخصيتك تبين انت مهما كنت تنادي الاهلي شخصية النادي الاهلي الجماعية بتاعتك حتى على المستوى الفردي بتكلم عليه كابتن شريف لازم يبين ايه النادي الاهلي ده مش النادي الاهلي مش شخصية النادي الاهلي النادي الاهلي احسن من كده بكتير اوي خلاص يعني لو انا بالنشطين بتكلم مع اللعيب ايمن خلاص احنا جي فينا جول ومغلوبين نلعب نلعب لعبنا لعادي جدا ده احسن حاجة تتقال الوقتي لعبنا لعادي جدا مع تركيز في الهجمات والهجمات المرتدة بتعمل علينا وخلاص نلعب لعبك العادي يعني انت كنت بص ايمن وضع لعب النادي الاهلي القلقانين كان يجي فيهم هدف من الاول حصل خلاص بقى انتهى الموضوع والحمد لله تلعب 1-0 اللعب لعبك شرط تاني وخلص بالشكل اللي بالنادي الاهلي ولعبت النادي الاهلي ده اللي بأتمنى ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله كابتن هاني سوريا كابتن أسامة ازاي يرجع النادي الاهلي للمبراف شرط تاني لازم الخوف ده يروح مش عارف هو القلق زيادة عن النزوم طبعا ما فيش شك ان فريد بايرن خبرات واضح اكتر بيضغطوا ضغط عالي جدا زي ما بالزبط بلعبوا في الدورة الالمانية بيضغطوا بعدد كبير قوي من قدام فحتى ما بيخلوش الشناوي يطلع الكرة مستريح ولما بتتلعب طويلة ولما بتتلعب طويلة ما عندكش حد يقدر ينط مع بواتنج وقلبة انه ياخدوا الكرة فالكرة بترتد تاني بسرعة ففي حالة ارتباك وخوف بس طبعا الضغط في وسط الملعب مش مصبوط انا شايف ان ديانج ومحمد شريف او بواليا لازم يبقوا تغييرين سروع جدا واحد يقدر يضغط شوية في نص الملعب وواحد يقدر تلعب عليه القدام شوية ايا كان مين اللي هيطلع بس انا شايف كده لانه بالطريقة دي بسهولة قوي يجي فيك الجون التالت والتاني والتالت كابتن هاني ايه الحلول وايه الاوراق اللي برا اللي ممكن يستغلها مثل المسلماني الشوت التاني هو لان الحلول لازم احنا طبعا بنحاول لسه نحضر من تحت طالما فيه ضغط عالي اطلع بالفرقة كلها لقدام حتى الشناو يلعب الكورة طويلة ونحاول ناخد الكورة التانية على اساس الكورة التانية لما تسقط يبقى على اقل احنا من وسط الملعب لان احنا مش هنقدر نحضر بشكل كوي بس انت قلتلي دلوقتي كمان من شوية قلتلي بداية الشوت التاني مهمة جدا عشان ما نستقبلش الجول التاني اول حاجة لازم ان شاء الله ما يجيش جون تاني ده مهم جدا انك تحاول بقدر امكان ما يجيش جون تاني عشان ما يجيش جون تاني زي ما بقولك يا كابتن وبعدين المباراة دي محتاجة تارجت محتاجة تارجت سترايكر انت لما هتقطع الكورة وشوفنا الكلام ده كتير عمر سولاي بيقيت على الكورة بتتقطع بسرعة حتى قفشة بيقيت على الكورة تتقطع بسرعة فاحنا محتاجين حد بس نطلع عليه يكون محطة يقف على الكورة ويبدأ الناس تطلع من تحته ونبدأ الناس تحوز في التلت على أقل بحسن الملعب بإذن الله رب العالمين قطيب الأمنيات ماذي الأقل بالتوفيق ان شاء الله فاصل ونرجع لحضراتكم مرة أخرى بعد نهاية أحداث الشوت التاني أرجوكم تفاعلوا وانتظرونا